اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودروقتي هنستقبل معانا ضيفة جميلة جبت تشاركنا الحلقة النهاردة وهي ايات كمان ازاك يا ايات كله تمام ايات طبعا من المشاهدات اللي بيطبقوا وصفات البرنامج وطلبة النهاردة ان احنا نعمل لها وصفة كيكة تكون بسيطة بس فيها تويست فيها حتة حركة يعني فحنعمل باوند كيك كيك لذيذة طبعا ومعاها بس ساس فراولة ومعمولة بالجبنة عشان حتى لو عندك اطفال بنطك سوانانة ثم بتغلبك في اكل الجبنة يارا هتاكل الكيكة دي وهي مبسوطة وطبعا ايات جايبة معاها تشيز كيك الكابتشينو اللي عملناها هنا فعملت بالتطبيق وجابته شخصيا تطبيق جاي شخصيا عندنا بدل بنعرضه في صورة طبعا شكلها تحفة 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 يسلموا ايديك يا ايات تسلامي ربنا يخليكي نوري شوفي جمالها والتزين والحركات يعني بصراحة بدعتي ايه هي ايه شبه بطاعة حضرتك اصلا اه بس انت بطلعها برضو بلمسة جميلة من ايديك يسلموا ايديك يا ايات طيب بصي احنا حنعمل الباوند كيك بالجبنة والفراولة علشان نعملها عايزين يا ستي ثلاث كوبايات دقيق وثلاث معالق صغيرة بيكينج باودر اللي بيهم لنا على بعض لو تمحتي وعايزين ستة بيض وفانيليا وكوباية ونص زبدة هي شوية صيحة لا هي شوية دسمة يعني دسمة كوباية ونص زبدة يعني تقريبا تلتميت جرام زبدة وعايزين كوبايتين ونص سكر وثلاثين كوب من مركز الفراولة ايه هو بقى مركز الفراولة مركز الفراولة هو ده عملناه زي حطيت على النار نص كوباية فراولة مهروسة معاها نص كوباية سكر ومعلقتين كبار نشا ونص كوباية مية دول حطيتهم على النار وقلبتهم لغاية ما ابتدوا يغلوا وبقى عندي القوام ده اوك تمام يعني دول كل مركز الفراولة كل المكونات اللي قلناها بنخلطها الاول على البارد علشان طبعا النشا لازم على البارد خلاص ودلوقتي هنعمل الكيكة هاتلنا الزبدة لو سمحتي نحطيها هنا ورحمة السلما بالحطيت ورحمة السلما ورحمة النشا لازم عبد كله كله اه وحنخلطه زي ما بعمل الكيك عادي هنخلطهم بقى مع بعض تعالي نبصه على الرز المعمر نشوف حصل ايه معاه هو ايه بس اقلقه بس نقصه حتها صغيرة وخلاص اسلام ايه دي كده طيب احنا عايزين بس دي شوية كده تختلف مع بعضها وبعدين هنتزي نحط البيض والجبنة بس هحط الجبنة الاول قبل البيض لان الجبنة لو حطناها في حاجة شوية سيلة انت عارفة هتعمل حتة صغيرة وتطلع تجري كده فهنحطها بس مع دول الاول وبعدين نكمل الباقي مع بعض انتي ايه بقى اكتر حاجات من الوصفات طبقتية وحبتيها عنا طبقت الاشهر دقيق عملت فيها صندوشة البرجر اه وعملت تشيز كيك انوع كتير وعملت المنزي تهالي بفيش حد عمل تشيز كيك قبل دي او لأ امني ماشاء الله حضرتك عملت بكل النكهات ولسه في نكهات تانية بس طبعت حاجات كتير يعني ماشاء الله والحمد الله كل الوظرات معاك والولاد اهم حاجة عند الولاد نا ماشاء الله انبسطوا بيحب الحمد الله بيحب كل اللي وصفات حضرتك اصلا مناسبة اكتر حاجة للأوليد طب الحمد الله طيب هنحط دلوقتي الجبنة اللي عندنا والجبنة هي الجبنة نفس اللي بتستعمليها في ال في الشيز كيك في الشيز كيك يعني ممكن الجبنة اللي بتبقى حتى واحدة في قالب ممكن الجبنة اللي بتبقى مكعبات مربعات دي بطيب وهنبتدي بقى ننزر البيض ننزر لنا البيض بطيب ماشاء بيضة بيضة كده على انا نظبط البيضة هنا تبتدي دي اه ممتاز خلينا بس إيه نلم الجناب الجوانب ماشي قبل ما تعمل الدين اه ماشي انا عندي مشكلة مع الجوانب دايما بحب نزل لازم طبعا لان هم دي دي اه بعدين اللي في الجناب دي كلها مقادير يعني ما هي مقادير لو ما اختلطتش تبقى الوصفة مقاديرها مش مظبوطة نعمل اه لو سمحت اوكي نحط بقى الفانيليا لو سمحت جميل شكرا اوكي شكرا نبتدي بقى هنزل الدقيق واحدة واحدة مالا مالا تمام احنا كده عندنا كله ملتاز ننزل بقى دقيق شوية شوية نعمل كل الكمية كده تمام الخليط عندي آآ جهة طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي شوفي هناخد الخليط بتاعنا ده وهنجيب صانية طبعا اي صانية انت حابة آآ تستعمليها بنقدر نستعمل صانية عادية بنقدر نستعمل صانية اللي هي آآ من النص قادي زي ما انت عايزة بس هنعمل ايه احنا هناخد خلينا بس نتأكد ان كله مختلط مع بعضه هي بيقى قوامها تقيل كده هي قوامها تقيل علشان تشيل اللي هنعمله فيه تستعمل اللي هنعمله فيه فهي عشان كده آآ قوامها تقيل لو قوامها خفيف مش ها مش هتصبت يعني طيب هناخد احنا كمية من خليط اللي عندنا آآ وهحطوا بالشكل ده انتي عندك ايه اولاد بقى انتي ايمان طلت عدادي اقول لك عمري اه ناكحت عشان اه الحمدلين وكريم رايح تاني عدادي ويراك يجتو ما شاء الله انا يرى طبعا وامان طبعا كمان شفتهم اه يا حبايبي ما شاء الله عليهم يوم ما خرجنا مع الجروب ايو كان يوم تحفن والله انبسطت معاكم جدا طيب احنا عملنا دي كده هناخد بقى دلوقتي اه الشاص اللي عندنا دي بس خليني الاول ايه اسويها كده كده هوا وبعدين ناخد اه الساص بتاعتنا وحنوزحها على الحتة دي تمام ناخدها كده هون وزحها وبعدين هنعملها على مرتين تقريبا يعني مرة كده وبعدين نحط طبقة كمان كده وبعدين ممكن نرجع نعمل كمان طبقة من الفراولة وبعدين نغطيها وبعدين نغطيها بطبقة من الثقلة عشان كده هي عيارها ثلاثة ثلاثة معالق علشان ثلاثة كوبايات دقيقة علشان تكون ايه مريحة في ال واحنا بنغطي فيها في التأسير ايه ماذا بيحب الكيكة عندك؟ كلهم ما شاقلوه الكيكة جدتي عملتها روعة يلوح وبقيت عمل منها كب كيك كمين اه كلهم بيموتوا فيها وخفيفة اه شوفي انا الكيكة دي طبعا لها لها معاذة غير كل الكيك يعني وكلنا البنات في الجروب بورها بوعة طحفة هي لانها اصلية يعني يعني بت يعني مش عارفة في كده اكل لما بتيجي تكلين سبحان الله بت يعني حتى لو هو عادي ما فيهوش التعئي دات ايه الى الحاجات دي مقدرها وسيطة جدا بس اناك حبت طريقة فزيعة جدا فهي من الأكلات اللي لما بقولها بتخدني في حتة ثانية ايوة كيكة جديدة في طحفة بعدين برجع تاني طيب دلتي هنعمل كمان راقة من الأول طبقة من السوس دي وبعدين هقفل عليها آخر حاجة بقى بطبقة تانية من الكيك وكده نبقى خلصنا الكيكة تمام بس هنحط بقى الخليط اللي فضل عندنا ده وبعدين على الفورن طبعا درجة حرارة 180 والفورن لازم يكون سخن من الأول طبعا طبعا دي أسئلة مش أسئلة قصدي ده كلام دايما أنا بحب أقوله عشان خاطر اللي ما خدش باله في ناس كتير جدا شطرين نعم ما شاء الله حضرتك بتادي المعلومة مرة واثنين وثلاثة حتى لو أقولتها فهبتبقى خلص آه بس هو في ناس كتير جدا شطرين بس أنا كمان في ناس بيبقوا آه ممكن أول مرة يشوفونا آه ما شوفوش الحلقات اللي فاتت فلازم أنا بحب بس الحاجات اللي هي الأساسية بحب دايما أقعد بعيد وزيد فيها آه بعيد وزيد فيها كتير بس خلص احنا كده الكيكة بتاعتنا تمام هاخدها بقى أحطها في الفورن زي ما قلنا على درجة حرارة مية وتمانين بتاعت تقريبا ساعة لربح لأنها كبيرة مش من الكيكات الصغيرة يعني كيكة كبيرة فهتاعت تقريبا ساعة لربح لغاية آه ما تخلص ولازم الفورن زي ما قلنا سخص يلا نفطها بقى الفورن ونستنى عليها طيب خلينا نشوف دلوقتي الحمام بتاعنا الرز المعمر فلنفتح بقى شوفت عالي الرز بتحبي الرز المعمر آه بس مش عملته قبل كده بعملت روش أمار بتحبيه إزاي بعيد ببعيد من بيعمله؟ والليلي من بيعمله؟ طيب نطلع بقى هو كده طبعا خلاص أخد وقته في السوا وطبعا دي الكيكا اللي احنا عملينها واستوت وهي بيبقى الصاص اللي احنا حطناه بيبقى كده باين بيبقى كده الصاص اللي احنا حطناه بيبقى موجود في النص كده والتاني بيبقى موجود تحت حسب الطبقات اللي احنا عملينها طعمها لطيف جدا جدا لازم تجربيها للولاد وتقولي لي حبوها ولا لا احنا حلالتنا تقريبا خلصت اول حاجة عايزين نشكر ايات على طبق التشيز كيك التحفة اللي هي عملته وجابته معاها تطبيق حي اوه والله يطعمها تحفة كمين والله انتي انتي اسلامو اديكي فعلا عملها بطريقة كلها زوق وكمان عملنا الباوند كيك بالجبنة وبالفراولة علشان ايات تقدر تأكل الولاد حاجة فيها جبنة هم مش يحبوا الجبنة جدا مش واخدين بالهم ايوا هم مش واخدين بالهم وعملنا الكبدة الحراءة لذيذة برضو مكونات بسيطة جدا وغموس احلى من كده مفيش وعملنا برام او طاجن الرز المعمر بالحمام ودي كانت الوصفات بتاعتنا النهاردة شكرا يا ايات ليكي نورتينة ربنا يغليكي نورتينة بجد وشكرا لكم ولمتابعتكم وبتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهاردة عجبتكم وبشوفكم ان شاء الله بكرة بحلقة جديدة ووصفات جديدة وافكار جديدة ان شاء الله بير باين اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم